السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الجمعة 11 أغسطس يعني شهر ثمانية يعني 11 ثمانية القمر موجود في برج الجوزاء بده ينتقل في ساعات متأخرة من يوم الجمعة لبرج السرطان فما رح نذكره لأنه هو بتوقيت الشرق الأوسط رح يكون بعد منتصف الليل يعني القمر رح يكون برضو اليوم في برج الجوزاء بما أن القمر موجود في برج الجوزاء معناته برضو اليوم من انشط في اتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية ولكن بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهام الاتصالات ورسائل مكالمات وغيرها وبوصعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية في زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون ذروتها الساعة 227 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحل استعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية راح تكون ذروتها ساعة 561 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية طبعا راح تبدأ الساعة 25-27 دقيقة أو ذروتها الساعة 25-26 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم مهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين وبتسببنا نوع من أنواع الاكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ الساعة 25-26 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 10-51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها من الجوزة لبرج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10-51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل وباستقر في برج السرطان عشان هيك بنشعر بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يدرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب الانتقاد والغيرة نظرا لأن حساسيتنا بتكون في أوجها بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبتة ما أو شجيرة أو الانتباه لحدائقنا أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم نشاط عالي جدا رح يكون موجود عندكم بالاتصالات والسفيريات والاهتمام بما يتعلق بهذا الموضوع حتى على مستوى الامتحانات والمقابلات والنقاشات سرعة البديهة عالية وعلى المستوى العاطفي برضو ممتاز جدا ولكن في ساعات الصباح بدك تحذروا من العصبية أثناء التعامل مع أحبائكم أو أثناء النقاشات تحديدا بتطلعك اليوم فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض والتعامل مع الغير وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات حتى على المستوى التجاري الأجواء ممتازة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر اليوم برضو رح يدعمك بشكل جيد ولكن عندك شوية مصاريف أو متطلبات مالية بدك تنتبهلها بشكل جيد يا فوتير يا دفعات يا سداد يعني أشياء من هذا القبيل أهم شيء أنه رح تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم وترتيب أوضاع مالية معينة ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي عادة تيجي من عمل إضافي مستردات، هبات، مطالبات، استحقاقات لا إلك أهم شيء أنك تتجنبوا النافقات ممكن تقلقوا بمصاريف لتصليحات أهم شيء برضو تتجنبوا نزوات التسوق وحذروا من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات فعشان هيك ما تغمروا بالوضع المالي يبتنشغلوا بمسائل مالية متنوعة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً عندكم قدرة عالية جداً على مواجهة مشاغلكم اليوم الطاقة عالية بالحركة والنشاط والحيوية وبرضو عندكم رغبة بتقرب من الأحبة وقدرة على النقاش والحوار صحيح أنه في تقلبات بالمزاج وممكن يجيك بعض الخطط اللي شوي هيك أفكار ما تكون لصالحك فتخليك تنحرف شوي عن الخط الصحيح وتخلق لنفسك مشاكل برضو احذر من العصبية أثناء تعاملك مع الأحبة معنوياتك على العكس اليوم ما رح تكون قوية بشكل ملحوظ بتواجه الواقع بمنطقة عزيمة وبتتلقى جواب كنت بتنتظره بالفترة الماضية هاي فترة بتتوضح فيها كثير من الأمور لا إلك وبانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم لليوم الثاني على التوالي أو اليوم الثاني ونص على التوالي بناء للتعب منكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب يعني لغاية منتصف ليل الجمعة على السبت لتبلش تتحسن الأمور عندكم فعشان هيك بتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحون بالإنفعلات وخذوا قصة من الراحة ممكن تعيشوا لحظات صعبة فبتكون تحذروا من الفشل والالتباس أو التراجع الصحي وأي شخص بيوعدكم بشيء اعرف إنه ما رح يوفي فيه فعشان هيك لا تتأمل كثير بوعود الناس برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم وبرضو بظل في نشاط وحيوية عالية اجتماعيا ومع علاقاتكم ومعارفكم هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو لطلب تأييد من أحد الأشخاص أو تأييد أحدهم لإلك أهم شيء إنه اليوم رح تنجز بعض الأعمال بشكل جيد لغاية ساعات المغرب فيه سهولة عالية جدا وممكن تحتاج لواسطة أو تدخل من بعض الأطراف لمسألة ما حاول إنك تستشير أهل الإختصاص تطمئن مخاوفك وبتفرح لحملة أو تأييد أو دعم لقضيتك أهم شيء إنك برضو ما تستسلم وتفاقل بالخير وتحرك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بدكوا تحافظوا على سمعتكم لأن القمر ما زال موجود في بيت السمعة فعشان هيك الحفاظ على السمعة على إنجازاتكم على أعمالكم على علاقاتكم مع المسؤولين بدكوا تركزوا عليها بشكل جيد قدم أفضل ما عندك عشان تقدر تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ خلال هذا اليوم بدك تكون على قدر المسؤولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أو استشارة من أي شخص ممكن تلجأ لبعض المسؤولين لمساعدتك في أمر ما أو أصحاب السلطة أو أصحاب المكان والحضوة دع خجلك جانباً وعبر عن آراءك بثقة وجراءة ولكن بدك تتجنب كلام القارس والمغامرات والمجازفات اللي ممكن تشوه سمعتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً برضو ظل في نشاط عالي جداً بالاتصالات الخارجية والتعامل مع الأجانب أو أشخاص مقيمين خارج البلاد والحوارات والنقاشات والأمور الفلسفية والسياسية والدينية والقضايا القضائية أو الأمور القانونية برضو على مستوى الامتحانات الجامعية ونشاطات المناقشة رسالة أو تقديم امتحان فالأجواء داعمة بشكل قوي جداً حتى على مستوى الهجرة هذه فترة حافلة بالنشاطات ابحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر لا التراجع عن موقف ما وبتكثر عندك الانشغالات الإدارية ولكن بدك تحاذر من بعض التقلبات الصحية والتسرع في بعض الأوقات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بدكوا تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة اليوم التركيز على المال اللي معك شريك فيه يعني إذا كنت مديون فهو شراكة إذا كان بنك ضريبة تهمين قرض كلها هاي أموال مشتركة أموال الزوج برضو أموال مشتركة فبدك اليوم تركز على هاي الأموال أو بكون عندك ترتيب أو مطالبات أو مأرقك وضع مالي معين أو مطالبات معينة أو بطالب في حقوقك مثلاً يعني كل هذا بشمل جميع موليد العقرب اللي أنا حكيتها فبدك تسارع على ترتيب أوراقك وملفاتك وتركز بشكل جيد ابتحتاج لخبرة أحد الأشخاص لإنقاذك في بعض الأمور حاول أنك تطلب الاستشارة وما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك وشارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بوسعكم تعزيز شراكاتكم القمر مقابلكم ما زال فعشان هيك بركز على أمور الشراكة العمل والعاطفة وعلاقة الأزواج أو مع شركاء المال والأمور اللي بتطلب هذا الأمر اللي هي الشراكات وهاي فترة مناسبة لا طلب مساعدة من شخص ما يعني ممكن شخص هو اللي يساعدك في هذا الموضوع وتمشي الأمور ولكن أنت لحالك الأمور ممكن تكون معاكسة لإلك لأنها هي فترة بتظل صعبة وثقيلة أو بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات وممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وممكن تظهر بعض المعاكسات الكبيرة أهم شيء أنك ما تعصب ما تخالف القوانين وما تكون ساخر من الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم برج الجدي بالنسبة للموليد برج الجدي طبعاً بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتنتبهوا لصحتكم لأنه التركيز بظل مركز على العمل وما يتبع العمل وكل شيء له علاقة بالعمل من زبائن وزملاء ومدراء وأعمال تتراكم عندك وبرضو لكل شيء بيتعلق بالصحة مراجعات صحية أو فحصات طبية أو حتى أمور تشعر فيها بعدم الارتياح فبدك تحاذر من التراجع الصحي إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وباكر لعملك وترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك وممكن يجيك وعد لعمل جديد أو تبدأ بعمل جديد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات اليوم برضو وعندك قدرة على الإقناع وسرعة بديها عالية جدا وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن اليوم تعيش فرحة ونجاح وممكن نقاشات وحوارات مع الأحبة ولكن احذر من العصبية هاي فترة ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك وممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك يعني أجواء تقريبا فيها كثير من الإيجابيات على مستوى الامتحانات جيدة والسفريات والنقاشات والسيارات والإلكترونيات على جميع المستويات تقريبا تفتح لك مجالات كثيرة ولكن برضو انتبه أثناء قيادتك للسيارة والحركة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز رح يكون برضو على البيت وعلى العائلة مناسبة، مشكلة، حوار، ترحيل، سكن جديد، بيع عقار، صيانة عقار، أعطال منزلية يعني صحة أحد الأحبة كله رح يدور على هذا المحور هذا اليوم كله له علاقة في هذا المجال الأجواء فيها كثير من المزايا اللي عنده عقار مش عارف يبيعه اليوم ممكن إذا سوق له تكون بداية خير لهذا الموضوع فعشان هيك الأجواء جيدة ولكن بدك تخصص وقت مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة وتقرب من العائل اليوم وما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك أو غيره أو حتى معني التباسات فبدك تكون مرنت هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء